كل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم يا رب ان شاء الله النهاردة يكون يوم احتفال في مصر وهنا في المملكة العربية السعودية بحصول النادي الاهلي بمشيئة الله على كأس مصر كلنا منتظرين هذه المباراة اجواء عظيمة جدا الحقيقة هنا في المملكة العربية السعودية لكن في امور عديدة جدا نهاردة حابين نتكلم فيها طبعا مع مستر هشام انس هو سبونسر في قناة النادي الاهلي وممكن حرس ان هو يكون متواجد هنا في فندق الاقامة كالعادة طبعا لدعم الحالة المميزة جدا بين مباراة الاهلي ونادي الزملك مستر هشام برحب بحضرتك سعداء بوجودك معنا على شاشة قناة النادي الاهلي وهي مباراة عظيمة بننتظرها كده جماهيريا وفنيا لكن في البداية بتشوف اقامة المباراة في المملكة العربية السعودية ازاي كأول مرة هنا في المملكة العربية السعودية اهلا وسهلا وشكرا على اللقاء طبعا هو الكاس الحقيقي اللي هيحصل النهاردة اللي هي كاس الحب اللي هو ان المملكة العربية السعودية بتضم المناسبة دية في اطار من العلاقات الرائعة الايجابية الرائعة دلوقتي بين نادي الاهلي وبين نادي الزمالك وكلنا كنا منتظرين ده الفوز الحقيقي دلوقتي انه هو الروح الجميلة دلوقتي بين الناديين الاهلي والزمالك هم قطب قطبي الكرة المصرية بس في نفس الوقت مزروعين في زاكرة كل الوطن العربي طبعا على رأس الوطن العربي المملكة العربية السعودية لان دايما العلاقات بين مصر والسعودية لها خاصية تانية خالص الموضوع ببساطة شديدة علاقة الأهل والزمالك والكاس علاقة كنا دايما في ذكرتنا كنا نقعد نتفرج زمان نستنى الموتش وكان الناس يقعد الناس ترتعش وخلافه من كل واحد منتظر نتيجة أنه يأخذ على نتيجة إيجابية بس النتيجة الإيجابية الحقيقية بجد اللي احنا وصلنا على دلوقتي اللي هي روح الحب دي اللي احنا عايزينها تتوتد وتزيد أكتر ويبدأ الناس يلغوا تماما العصبية الغير اللي مش في موضعها إن شاء الله يستطلع المباراة جميلة وإن شاء الله الروح الحقيقية في مصر احنا عاطفة عالية جدا وبنشكر طبعا المملكة العربية السعودية لاستضافة المناسبة ديت وإن شاء الله يطلع يوم جميلة إن شاء الله إيه اللي ممكن تقوله وإنت بتشوف الكابتن محمود الخطيب هو بتواجد مع العابي النادي الأهلي والكلمات وفي مؤتمرات وفي حفلات لأنه بيبقى لها أكيد مرضود كبير جدا شوف كابتن محمود الخطيب هو دماثة الأخلاق المطلقة الرجل ده وهو بيسمع خلوك وهو بيتكلم خلوك وهو بيلعب خلوك محمود الخطيب هو رمز للأخلاق اللي فعلا يجب يحتذى بها في كل المراسم الرياضية مش في مصر بس في الوطن العربي وفي العالم كمان فهو حالة بتتحط الوحدية تماما جمهورينا النهاردة جمهور الأهلي وجمهور الزمالك في استاد الأول بارك ممكن استاد ومنشأة أكثر من رائعة إيه اللي انت متوقع تشوفه من الجمهورين كلنا طبعا أكيد الروح الرياضية والهتفات المعتادة كله بيشجع فرقيته إيه اللي انت بتتمنى وتأملوا أن انت تشوفه في المدرق وهتشوفوا النهاردة الاشتياق الغب واللي مش لازم يطول بتاع الجماهير اللي حضوروا المطشط وبدعوا الناس المسؤولة في مصر أن يرجعوا الجماهير للمدرجات لأن هتشوفوا النهاردة مثل وروح مطلوبة أن نشوفها في مدرجاتنا في مصر فده يحسن النهاردة هنا في السعودية شكراً شكراً